تحديثات الموبايلات عموما مين فينا ما بينزلوش تحديث الموبايله? عايز اقول لك ان انت لما يعني لما ينزلك تحديث الموبايلك تحط قعدة واحدة في دماغك. هل انا محتاج التحديث ده? ولا لا? عشان حرفيا السنتين الاحرانين دول من اول الفين وعشرين كده الشراكات بقت حرفان بتخرج بالموبايلات عشان تجدد عشان تماشي الدايرة بتاعة الشراء والتجديد وكده فهمني? معلش يخيلونا اكمل بالفلتر ده عشان حبيت ان افضار دي بصراحة يعني ايه تلاقي زيها في الحقيقة كده حتى لو بحجار او بشحن مش هدفر. المهم خش في الموضوع لو انت مسلا هتجالك تحديث في الموبايل تعمل ايه? السؤال واحد تسأله لنفسك صريحا. هل انا عندي مشكلة في الجهاز? سيبك منتظف المبايزات اللي بتنازلها في التحديث ده. يعني مسلا نزلك مسلا ميزة ما عرفش ايه الكلام ده واتو عمى ضجة والكلام ده. سيبك منتظم لكل ركز في حاجة مهمة. هل تحديث ايه ليه مشكلة انا بوجهها في الجهاز بتاعي او الجهاز بتاعي فيه مشكلة حالية بعاني منها وبش مشكلة تفها يعني ما تقوليش مسلا اه الموبايل مسلا السنسور مسلا عرفش ايه ساعات بيعلى او الكلام. ساعات بيعلى ماشي. دي الحدس. انما السنسور مسلا بيعلى مسلا انت بموسخ الجنب السكريناة مسلا. مش بنظف موبايل كويس. منك انت اتفير بيعني فده ما فهم? مش محتاجة انت. ده مش السبب بتاقي ان انت تتحدث. انا اصد يعني فيه حاجة افيلة. وما تقوليش يصل موبايل بيهنج عشان كده عايزة احد اسمه. هو اي موبايل في الدنيا بيهنج. التحديث بالعكس بيهنج الموبايل اكتر بيزداد سوءا. فانت تحط في دماغك معلومة واحدة انا حدث ليه. عدس الابديت ده ليه? هل مسلا عندي مشكلة? او عندي مشكلة كبيرة وقاطعة? مسلا البطاريات تنقص بسرعة او في حاجة مسلا مش مصبوطة وانت عارف وناس قالت ان هتحلت في الابديت ده تكفر بقى الجروب بقى تخليك ناصح. خطوا الجروب بتاع موبايلك على الفيسبوك. اي موبايل في الدنيا معمول له جروب على الفيسبوك احرف اي موبايل في الدنيا هتلاقي له جروب خاص بيه على فيسبوك حاليا. الناس ما شاء الله بقى عندها وقمية وعي رهيبة. هتلاقي ناس حدثت بقى تشوف انت الناس دي اللي حدثت موبايلاتها دي. هل المشكلة اللي عندك الحالات دي اتحلت معهم ولا لأ? اتحلت كان بها حدث ما اتحلتش خليك قاعد زي ما انت. والله هتحدث وهضره تلفح علي نفسك وتعطي احد ويقول لك فوقت بتلود عشان تريجي على الاندرويد القديم وما عرفش ايه وهتلاقي تحديث حرفان فشاخلك جهازك. مش عايز اقول لفظ اقترا من كده وسهتلاقي تحديث فشاخلك جهازك بمعنى كلمة. حافظ على جهازك انت دفع فلوس ايه كان حتى لو جاب جهاز بمية جنيه والله العظيم. الواحد بيه تعمل الفلوس يعني هتفحرق بالمية جنيه دي فحفظ عليها. دلال الله ونهاركم سعادة.